اشتركوا في القناة السلام عليكم فقالوا له وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه عز وجل فقال له هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم وخلقت حواء من آدم عليه السلام من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه وهذا النوع من الخلق من طلاقة القدرة لله عز وجل فالله تبارك وتعالى يقول وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أي آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة وتمتع بما فيها من النعيم والثمار وما إلى ذلك تمتع تمتعا هنيئا رغدا واسعا ولا تقرب هذه الشجرة وهي شجرة معينة الله عز وجل أعلم بها سكنت حواء عليها السلام مع زوجها آدم عليه السلام وهو أبو البشر سكنت معه الجنة وأنذرهما الله عز وجل وحذرهما أن يقرب شجرة معينة ولا تقرب هذه الشجرة وكانت شجرة رائعة المنظر شهية للعين جذابة للنفس ولذا نهي عن مجرد الاقتراب والأكل من الشجرة فإن ذلك ذنب وهو من الصغائر أو اللمم وسماه آدم معصية صور لهم إبليس أن الشجرة هي شجرة الخلد قال تعالى فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين قال بعض المفسرين إن الشيطان وسوس لحواء أولا حتى أقنعها بالأكل من الشجرة فأكلت منها فلم يحدث لها شيء فقالت لآدم كل منها فإني أكلت منها فلم تضرني فأكل منها آدم فعند ذلك بدت لهما سوآتهما وحصلا في حكم الذنب فأمرهم الله عز وجل بالخروج من الجنة والهبوط إلى الأرض جاء ذلك في تفسير القرطبي وغيره فلما أراد إبليس أن يستزل لهما فأخذ إبليس من الشجرة التي نهى الله عز وجل عنها آدم وزوجته فجاء بها إلى حواء فقال انظري إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونها فأخذت حواء فأكلت منها ثم ذهبت بها إلى آدم فقالت انظر إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونها فأكل منها آدم فبدت لهما سوآتهما فبمجرد أن أكل آدم وحواء من الشجرة اختفت الملابس التي عليهم وأصبح عاريين لا شيء يغطيهما وكل منهما يأخذ من أوراق الجنة ليستر عورته وفي هذا الوقت ناداهما ربهما عز وجل معاتبا لهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين فقال آدم عليه السلام بحزن والله يا ربي ما ظننت أن أحدا يقسم بك كذبا أحس آدم عليه السلام وحواء بعظم المصيبة التي وقع فيها عندما عصي الله عز وجل وكيف أنهما نسي عداوة إبليس لهما واستمع لكلامه ويقول لما أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها قال الله عز وجل ما حملك على أن عصيتني قال ربي زينت لي حواء قال فإني أعقبتها أن لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها ودميتها في الشهر مرتين فلما سمعت حواء ذلك رنت فقال لها عليك الرنة وعلى بناتك ولكن ليس على ذلك دليل من جهة الوحي فيما نعلم إذ لا يوجد شيء مؤكد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الله عز وجل عاقب حواء عليها السلام نتيجة أكلها من الشجرة في حين أنه قد ذكر في قول ابن عباس رضي الله عنهما أنها عوقبت بالحيض لأنها أكلت من الشجرة وتزيين ذلك الفعل لآدم عليه السلام وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبوهم والذي جاء في شرعنا أن الله عز وجل تاب على آدم وحواء عليهم السلام وغفر لهما هذه الخطيئة قال الله عز وجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن حواء عليها السلام بريئة من إغراء آدم باتباع الشيطان بالأكل من الشجرة كما يتقول بذلك بعض الناس وهو قول بغير علم لأن القرآن الكريم يرده وقد بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز إذ يقول جل وعلا في سورة الأعراف فوسوس لهم الشيطان فالوسوسة هنا كانت لكليهما والإغراء هنا كان لكليهما والقسام بالنصح من الشيطان كان لكليهما وأما الحيض فشيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فإنه قد ثبت في صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهرى لم تخن أنثى زوجها لأن حواء أم الإناث كلهن فأشباهها النساء ونزع العرق وأما خيانة حواء زوجها فإنها كانت في ترك نصيحة في أمر الشجرة لا في غير ذلك وليس المراد بالخيانة الخيانة في الفراش أو ارتكاب الفواحش حاشا وكلا فإن ذلك لم يقع لامرأة نبي قط ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة عد ذلك خيانة له وأما من بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها فالله عز وجل أعلم بما يكون من ذلك هذا وما كان من توفيق فمن الله عز وجل وحده وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم منه براء وأعوذ بالله تبارك وتعالى أن أذكركم به وأنساه أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين